نجا أبو خالد وعماله من غانة جوية روسية استهدفت مشروعه الزراعي بشكل مباشر قرب مدينة سرمين إبان التصعيد الأخير من قبل قوات النظام لكنه تكبد خسائر مادية كبيرة بسبب الدمار الذي حل بالمكان عدا عن نفوق عدد من الأغنام والطيور نحن لدينا مشروع زراعي هنا ليس لدينا طيران حربين يطلعون نواجه ولدينا صواريخ يطلعون نواجه الله ينتقى من كل الأطراف اللي شاركت فيها الموضوع هذا وقتل الشعب السوري يعني ليش عاب يساويه هناك فينا نحن معنا دبابات هنا ولا عنا راجمات هنا يروح إذا عندهم قادرين يروح يلعب ضربوا إسرائيل كل نهار يروح يردوا على إسرائيل كل نهار عاب تضربون تجلوا لعنا عاب يضربون لأش عاب يضربون نحن مدنيين ما عنا شي هنا وإذا عنا نزلهم خلي يضربون يضربوا الإيراني يضربونه لكلية الحربية تابعا شهدت أرياف إدلب وحلب قصفا عنيفا أدى لمقتل ستة وأربعين مدنيا وما يزيد عن مائتين وثلاث عشرة إصابة خلال خمسة أيام فقط ويقول الدفاع المدني إنه استجاب لأكثر من مائة وثمانية واربعين هجوما استهدف نحو خمسين بلدة وقرية استجابت فرق الدفاع المدني السوري لأكثر من مائة وثمانية واربعين هجوم ولأكثر من خمسين بلد حقيقة استخدم في معظمها الأسلحة الحارقة والقنابل العنقودي عدد القتلى ستة وأربعين عدد الإصابات مائتين وثلاث عش مع استمرار النظام على مدار اطنع السن من استخدام الأسلحة الكيماوي وعدم محاسبته من المجتمع الدولي هذا ما يفعله ويزيد من استمراريته في استخدام الأسلحة المحرمة دوليا تركيز قوات النظام والطائرات الروسية على السداف البنى التحتية بشكل مباشر أسفر عن إفراغ القرى والبلدات من سكانها الذين فروا خوفا على حياتهم ثمت مدنا وبلدات قتلت الحياة فيها وتحولت إلى مدن أشباح بل ودمرت بنيتها التحتية بفعل قاذفات الروس والأسد التي فيما يبدو لم ترتوي من دماء المدنيين بعد مصطفى الخلف الرافدين ريفو إدلم